اشتركوا في القناة ثم ترسل معطياتها مباشرة إلى قاعدة البيانات لأخذ الإجراءات اللازمة فورا جمال سنابل القمح المتسقة في طولها روعة زهور عباد الشمس في ملاحقتها حركة الشمس شموخ حقول الذرة وغيرها من تفاصيل الجمال تسلب لب المشاهد العادي لكنها لا تشغل المهندسين الزراعيين عن رؤية أدق التفاصيل في بقعة ما هم يكتشفون نباتات أقصر من المعدل وفي أماكن أخرى يتنبهون لإسفرار بعض الأوراق لسبب مجهول أو تأخرا في نمو بعض السنابل وغيرها من الفروقات الناجمة عن دينامية الطبيعة وحيويتها وتغيراتها فروقات قد تترك في المحصلة أثارا سلبية على الإنتاج وخسائر في الوقت والجهد لا تستطيع الطرق الزراعية التقليدية الإحاطة بكل تلك المتغيرات الطبيعية وهنا كانت القيمة المضافة التي حققها المصممون الأوكرانيون بابتكار تقنية مشبوكة بالإنترنت تتابع كل التفاصيل القصة بدأت مع مزارع طلب منا ربط أجهزة الاستشعار التي يستخدمها في حقوله بالإنترنت درسنا الفكرة فوجدنا أننا نملك كل ما يلزم لتنفيذها وفعلا تحقق الأمر هكذا ولدت فكرة الرصد الزراعي وباختصار هي تقانة تساعد على تحديث العمل الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد بشكل كبير ولهذا بدأنا تطويرها ونشرها في أوكرانيا أهم أسباب نجاح العمل الزراعي هي إدراك الحقائق والتفاصيل المتعلقة بطبيعة الأرض ونوعية النباتات لاتخاذ قرارات مناسبة جاء دور المصممين الذين فندوا كل هذه التفاصيل ثم صنعوا أجهزة مبتكرة تصاميمنا تتألف من عدة أجهزة أولها جهاز متنقل لقياس الرطوبة وأجهزة متنقلة أخرى لقياس صلابة التربة إضافة إلى مرصد جوي يتكون من أجهزة لقياس الهطولات سرعة الرياح، حرارة الطقس، معدل الرطوبة الجوية، ورطوبة التربة على ثلاثة أعماق مختلفة إضافة إلى نظام رسم الخرائط الذي يسجل كل ما يتعلق بمواقيت الزراع معظم المشتغلين في هذا الحقل الجديد هم من المبرمجين الشباب لكنهم يعزون نجاح عملهم إلى التعاون الوثيق مع المزارعين مؤسس الشركة المصمم الأوكراني سرهيسكو يقضي معظم أوقاته في الحقول يتواصل مع المزارعين، ويعتمد على نصائحهم، ويأخذ اقتراحاتهم في صلب عمله واهتمامه لسنا من نوع المصممين التجاريين السعين لابتكار أفكار جديدة وبيعها في السوق بل سعينا الأساس هو تلبية الحاجات الفعلية ولهذا نحن نقصد المهندسين الزراعيين أولاً، وننظر في حاجاتهم وتجاربهم لنضبط المنتجات بطرق تلائم طلباتهم ربط الأجهزة بالإنترنت يسمح بالفصول على المعلومات وتحليلها بسرعة وبدقة عالية جهاز قياس الصلابة يقوم بقياس كثافة الدربة في مختلف الأعماق تعمل أجهزتنا على عدة مستويات وبها نتمكن من معرفة عمق التربة اللازم كي ينعم النبات بصحة جيدة وتتناسب جذوره مع الأرض ورطوبتها وقدرتها على الامتصاص لهذا الهدف تحدد نقاط الفحص في مختلف أنحاء الحق يأخذ المهندسون الزراعيون جهاز الملاحة الذي يساعد على إيجاد نقاط الفحص هذه ومعهم جهاز قياس الصلابة بعد ذلك يجري قياس كثافة التربة ثم ترسل جميع المعلومات بالمحصلة إلى قاعدة البيانات وهكذا يستطيع كبير الأخصائيين إعطاء الأوامر للآلات الموجودة في الحقل وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج للحرف وتفكيك التربة الجهاز سهل الاستخدام لدينا لوح هنا يساعدنا لتحديد العمق المناسب في الجزء السفلي من الجهاز توجد مستشعرات توضح العمق الذي وصلنا إليه على شاشة اللمس نضغط على خيار حقل جديد فيقوم الجهاز بتسجيل البيانات هنا نضغط على زر القياس يبدأ عمل الجهاز ونقوم بالقياس على الشاشة تظهر الكثافة على مختلف الأعماق عندما تجرى القياسات يظهر الجهاز بأن القياسات قد انتهت على الشاشة تظهر معلومات مثل كثافة التربة لكل سنتيمترين ونصف ننظر نعم كل القياسات قد أجريت بشكل صحيح نخرج الجهاز من التربة نضغط جيدا ثم نرسلها عندئذ ترسل المعلومات إلى الخادم فورا خلال عشرين ثانية سيتمكن الشخص الموجود في المكتب من رؤية المعلومات الجديدة لكل نقطة فحص نقوم بعمل القياسات فيها بهذه السرعة أيضا يمكن الحصول على معلومات بمساعدة جهاز آخر من صنع المصممين هو جهاز عادي لقياس سرعة الرياح مشبوك بمعدات إلكترونية حادثة وجهاز استقبال وإرسال تتيح الحصول على المعلومات عن حالة التقص وإرسالها فورا إلى المراقبين حقق الجهاز نجاحا باهرا وقام أخصائيون من إحدى الشركات الزراعية الكبرى بطلب العشرات منهل تشغيلها فورا ما نراه هنا هو واحد من خمسة وسبعين مرذاذا ذاتي الحركة تستخدم هذه الآلة لري المزروعات ورشها بالمبيدات وعليها وضع جهاز لقياس سرعة الرياح لإرسال المعلومات مباشرة إلى المكتب ما فائدة هذه المعلومات؟ في الحقيقة هي مهمة جدا قبل رش المبيدات فالرياح القوية تحمل المبيدات بعيدا عن الهدف ولذلك كانت مراقبة شدتها ومعرفة وجهتها مباشرة عبر الإنترنت مفيدة للمزارع كثيرا لأنها تساعده على وقف الرش في الوقت المناسب وتجنب هدر المواد هذا يساعد في حماية المزروعات وتوفير المواد المستخدمة لرش المبيدات تعتبر المراقبة من خلال الأقمار الصناعية ميزة إيجابية للشركات الزراعية التي تستخدم أجهزة هذا الفريق الناشئ يخطط الفريق لتقديم الصور الجوية كخدمة إضافية نريد أن نجعل السوق يتطور بسرعة لذلك نوفر هذه الخدمة مجانا يمكن مشاهدة الحقول من الأعلى هذا ليس جميلا فحص بل ومفيد أيضا نحتاج في عملنا للمعلومات حول هطول الأمطار ويمكن حصول عليها من خلال المراقبة بالأقمار الصناعية كذلك نحتاج للمعلومات حول نمو النباتات في حقولنا تظهر الصور بشكل جيد نمو نباتات في جميع الحقول إلى جانب استطاعاتنا رؤية الصور العامة فإننا نستطيع كذلك أن نرى ما يجري في كل متر مربع من الحقل إن منتجات الرصد الزراعي اليوم تجذب اهتمام الشركات الزراعية الكبيرة غالبا ويخططون لغزو الأسواق الخارجية إذ قاموا بفتح مكتب لهم في العاصمة الألمانية برلين إن النباتات التي تنمو بشكل جيد هي التي تعطي محصولا جيدا فالتغير الحاد في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة أو الجفاف أمور تؤثر بشكل سيء على النباتات كما أن التلوث الصناعي أيضا يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية إن المهندس الزراعي المتمرس يستطيع التنبؤ بالعوامل المؤثرة على المزروعات لذلك قرر العلماء اختراع جهاز يسمح بمعرفة ما تحتاجه النباتات التمثيل الضوئي هو أهم ما تقوم به النباتات ومن دون هذه العملية الحيوية العظيمة ما كانت الحياة لتكون على الأرض ولهذا وجب علينا الاهتمام بالنباتات والسعي لكشف مزيد من أسرارها ومتابعة كل تفاصيلها فهم آلية التمثيل الضوئي ليس أمرا صعبا وتمكن محاكاته عبر تجاربا إخبارية حيث تأخذ أوراق من نبتة وتطحن وتعالج بالفلورة ومن ثم تجرى تحليلات على أجهزة خاصة علماء التحكم الآلي صمموا جهازا محمولا اسمه فلوراتيست يقوم بالتحليل في دقائق معدودة بمساعدة الضوء وبرامج ذكية لجمع وتحليل بيانات والمعلومات لون الكلوروفيل مضاء بمصدر إضاءة خارجي يكون أزرقا وبهذا نحصل على إجابة على شكل خط منحني محدد يدعى منحنى كاوتسكي هذه العملية تشابه إلى حد ما تخطيط القلب إذ أن مخطط كاوتسكي يعكس حالة النباتات في فترة معينة تماما المطورون يعملون الآن على تحديث الجهاز حتى لا يقتصر على إظهار الخط المنحني فحسب بل وتبيان حاجة النباتات للري أو التغذية بمادة معينة فحص حالة الشجرة يحتاج منا أخذ ملقة ذات مستشعرات ثم شبكها بالأوراق وبمساعدة الجهاز نستطيع الحصول على منحنى بياني لهذه الشجرة ما سأفعله الآن هو أني وبمساعدة القائمة سأختار الأمر المطلوب ثم أختار قياس لمدة عشر ثواني وأبدأ الآن وعلى الشاشة سنرى كيف يعرض مخطط حالة الشجرة التفاح هذه يستخدم هذه الأجهزة مهندسون زراعيون من مختلف أنحاء أوكرانيا وبشكل خاص مزارعون العنب في محافظة أوديسا يساعد جهاز فلوراتيست على تحديد أوقات الري وكميته كما ويستخدمون معرفة المعلومات المهمة عن الطربة مثل كمية مبيدات الأعشاب الموجودة فيها علما أن هذه المواد ليست رخيصة والجرعات الزائدة منها قد تكتل النباتات باستخدام هذا الجهاز نعرف حالة النبات وسير عملية التمثيل الضوئي ومصير الأعشاب الضارة والزمن اللازم لموتها أي أنه لن تستخدم مبيدات الأعشاب رغم أن العشب ظاهريا يبدو أخضر اللون وبهذا يتم استخدام هذه المواد بشكل اقتصادي فيقل تلوث البيئة نتيجة استخدامها كما يقول المخترعون فإن الجهاز قد مر بفترة تجارب طويلة ليس عند المزارعين الأوكرانيين فقط فقبل عامين أجريت عليه فهوصات عديدة في إحدى المؤسسات العلمية الزراعية الألمانية والنتائج كانت مرضية للشركاء الأجانب ولهذا يستخدمون جهاز فلوراتيست بشكل نشط